لازم نحط نقطة اللي هو بوبس الأمن لأن الأمن يعلم ما لا نعلمه إحنا نقافل موضوع الزيارة الأول الزيارة فطبعا الزيارة أساعدتني جدا على فكرة الخطيب تحمل كتير قوي على مدار عمره واللي فيه الخطيب ده عشان النادر قام قولي ليه يعني أنا مردتش أعملها حجم الكورتزون اللي خدوا عشان يلعب غير طبيعي مهيب هو ده اللي وصلوا لده فربنا يشفيه طبعا وهو بيرقص أكبر نادي ودي هناك علاقة شخصية وحميمة بين الخطيب وما بين تركي الشيخ وما بين العيلة دي حاجة خاصة وراجل حتى إحنا كعرب بلنبقى مصريين لما رجلك حد بيتك لو ده بحبنك طيب أنا عايز يعني يعني دشارة تركي من ساعة ما يجي مصر والناس كله عارفة أنه هو رجل أهلاوي صحي أنا ما أعتقد يعني لا وهو قال كده هو ما قالش مرة نزام الكاغ طيب إيه اللي قدمه للنادي الأهلي وقدمه للكرة المصرية لا عشان ممكن جانب يزعل وجانب ما يزعلش بس بس هو قدم للكرة المصرية كتير قدم للكرة المصرية الضلع التالت بقوة الدور العام المصري إحنا للأسف لا أنا أعترض بس في حاجة أقول بس أوضحها هو قدم للنادي الأهلي كتير هاكمل ده رقم واحد أيوة طبعا وهأسيبك تكمل رقم اتنين قدم للنادي الزمالك كتير ما أنا أهم من ده بيرامدس بيرامدس ماشي ما ده اللي فيها سبعة دلوقتي منتخب مصر منتخب مصر بص يا مهيب إحنا في الآخر بنصب فين؟ في مصلحة البلد لما يعمل فرق بقى فيها سبعة لعبة منتخب مصر ده في حد ذاته نجاح عمل النادي الأهلي عمل النادي الأهلي كتير قوي وكان هيعمل أكتر من كده وأنا أنا هقولت حتة مهمة جدا والمستشار المرتضى قال لك عمره ما قالنا زمالكا وإحنا عارفين أنه هو أهلاوي هو عمل النادي الزمالك كتير أيضا إحنا بقى عايزين نعمل للرياضة العربية مهم عايزين نعمل ألفة ما بين الأهلي والزمالك عايزين نعمل التناحر واللي ما بين الجماهير وما بين الناس دي أرجو أن ينتهي لكن المشارف ترك أضاف للكرة المصرية في مشاكل لازم نعترف مش هنطبل بس في مشاكل أيها دلوقتي على السوشال ميديا الزمالكوية اتقلبه طب ليه يا جماعة مالراجل عمالكو عشان كده أنا أولا زمانت عارف أنا عمر اللي شفته ولا كلمته ولا أي حاجة ولا أي علاقة ما بينه وما بينه لكن لما أنا كنت بقول هذا رجل دولة يعني إيه أنت عافية عن رجل دولة في المملكة العربية السعودية وكنت بزعل لما بيتحفله عليه يقول لك أصلا مصطفى عايز ومصطفى عايز إحنا هنا بنقول كلمة حق في الراجل وبرضه حرجع أقول الجملة الثانية يا بوبس ما إحناش أنبياء والراجل قال إيه حصل وشاية وناس تدخلت يهمها عدم التجانس والحب اللي ما بينه بالنادي الأهلي تمام فأرجو أنه يعني بالاعتذار أو عدم الاعتذار أو اعتذار خلاص المواضيع انتهت ونسينا وترجع لماذا لمجاريها ويعود للنادي الأهلي مصطفى تركيق الشيخ ومعتقدش مش هيبخل على أي حاجة في الكورة المصرية أو أي حاجة المصر بالتحديد تمام